ناقش لقاء بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير أنشطة برنامج الغذاء العالمي بالمديريات المستهدفة بوادي حضر موت والصحراء وسبل تحسين الأداء واجرى خلال اللقاء الذي ضم الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيد وفريق من برنامج الغذاء العالمي استعراض الأنشطة التي ينفذها البرنامج ومدى استيعابها وتلبيتها لاحتياجات المواطنين في ظل الظرف المعيشي الصعب نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد وأكد اللقاء على ضرورة تنسيق العمل الإغاثي والإنساني بين اللجان المجتمعية التي يشرف عليها البرنامج والسلطات المحلية بالمديريات للوصول إلى المستفيدين الأشد حاجة وفق معايير وأسس تستند على الشفافية والموضوعية ودع اللقاء برنامج الغذاء إلى تطوير العمل الإغاثي إلى برامج ومشاريع تعمل على إكساب المستفيدين مهارات وحرف ومهن تمكنهم من العيش بصورة كريمة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للأسر في الحصول على لقمة العيش